لم يكن نصيب البصرة من الحكومة مجرد تحويلها من لؤلؤة شط العرب إلى محافظة منسية يسودها الإهمال وترد الأوضاع وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة فما إن خرج سكان البصرة غاضبين من واقعهم مطالبين بحقوقهم حتى بدأ مسلسل القمع والضرب والاغتيالات يغض مضاجعها فكان نصيب الناشطين والمتظاهرين الموت بالأياد الخفية لدى الإعلام المعلومة عند المتحكم بالمشهد السياسي وما حسيت إلا أنا شنو دخل ببيت قراج دخل ببيت وفجأة جوني ثلاثة من الثمين نزلون المسيارة كتل حاولت هنا أصرخ أريد أطق بالجامع أفتح الباب ما قدرت التحكم ما للقفال مو يمي يعني حتى من يمي ماكو تحكم مع القفال حاولت أطق الجامع أريد ماكو يعني حاولت بكل الطرق حتى صريخ صرخت المقابل يقلي يقلي لا تحاولين أنت ما أحد راح يسمعك ولا أحد راح يجي أنقضك طحوا لي ضرب 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 اشتردوا من عندي قالوا أنت درست للمتظاهرين قصص المرعبة يرويها الناشطون المنتسبون للحراك الشعبي عن ليالي البصرة السوداء التي جعلت نهارها شاهدا على الجثث الملقات في أزقتها ولا تزال صورة الناشطة سعاد العلي خير مجسد لمصير النافضين عن مدينتهم غبار الفساد الشوارع الصاخبة والوجوه الممتعدة مما تراه من خدمات متردية وطرقات تملأها النفايات ومستشفيات بخدمات متواضعة لم تعد تتسع لحالات التسمم التي تجاوزت مئة ألف في غضون أسابيع قليلة ورغم هذه المعاناة يجد البصريون سيف القمع مسلطا على رقابهم من قبل المشغولين في تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب مرشي ملحظكم احنا جاي نصيح الريد وطن لا أكثر ولا قليل هذا القتل المن يعني طلقة بلفهم يا ريت بلفوا نصدوا بلفهم بلفت كتلون بشر ليش يتي ليش والله جاي نموت احنا جاي نموت وإحنا عدلين جاي نموت استعلموا العاتيكم ويتي والله ميتنا ميتنا ويتموا السبب ليش يتي ليش يتي وتقولون ذول المتظاهرين بحثيين لا رهابين ليش احنا جاي ندع على حقوقنا رهابيين وجاي تقتلهم بينا واحد واحد ويكون مع الأسف ويكون عمنا ويكون عمنا ترى أما هاي ديرتنا البصرة بصرتنا ترى مو بصرة تغيرنا الدموع المالحة والماء المالح وبينهما رحلة فساد عقد ونصف عاصرت حكومات عديدة وتنافسات انتخابية كثيرة في العراق الجديد وقت تغيرنا في العراق الجديد